بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 217 لمجلس الوزراء يرحب مجلس الوزراء بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تعيين السفير نايف السديري سفيرا فوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى فلسطين وكنصلا عاما للمملكة العربية السعودية في مدينة القدس المحتلة نثمن هذه الخطوة التي تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة في مواجهة إجراءات الاحتلال ويذكر أن كنصلية المملكة العربية السعودية قد افتتحت في القدس في عام 1947 كما يثني مجلس الوزراء على إعلان الحكومة الاسترالية اعتبار أن الأراضي الفلسطينية محتلة بما فيها القدس الشرقية واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي إن هذا التطور المهم في الموقف الاسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ونتطلع إلى اعتراف استراليا بدولة فلسطين ويثمن مجلس الوزراء موقف تحالف المنظمات والمؤسسات الأمريكية الذي يحمل اسم مجتمع خالي من الأبرتاين المناهض للجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والذي يضم أكثر من 200 منظمة في أمريكا الشمالية ما بين مؤسسة ونقابة وكنيسة إضافة إلى إطلاق أكثر من 1200 شخصية أكاديمية عالمية عريضة تتحدث عن النظام العنصر الإسرائيلي الذي تتسبب به قوات الاحتلال طويلة الأمد وغير القانونية للأراضي الفلسطينية وذلك دعما للرواية الفلسطينية والموقف الفلسطيني وتثبت وجود نظام فصل عنصري من وجهة نظر أكاديمية وعلمية وتدعم المطالبات بعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في الأمم المتحدة يناقش مرس وزراء قضايا سياسية وأمنية ومشاريع بنى تحتية وأراضي تحص جامعة نابلس وقانون للشأن السياحي ونظام إدارة المواد الخطرة ومساعدة أطفال التوحد وإحالة مناقصة سد الملاقي في منطقة الفارعة وشكرا